الكتاب المقدس هو كتاب الله كلمة الله الحية الموحى بها الصادقة الغير متغيرة ولا تستطيع أي يد بشر أن تعبث بها لأنه كلام الله وكل من لا يؤمن بهذا الشيء فهو محروم من نعمة الرب أحبائي الكتاب المقدس كتاب واضح من بداية التاريخ إلى نهاية التاريخ وإلى يومنا هذا عم نشوف التسلسل في الأحداث تتم بطريقة متناسقة متناغمة بسلطان إلهي وسيادة إلهية لأنه مكتوب أنه الله ساهر على كلمته ليجريها وأنه لا تسقط كلمة واحدة من كلام الرب ولا يسقط حرف أو نقطة واحدة من المكتوب كما قال يسوع المسيح اسمعوا إخوتي وأخواتي الله خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله لكي يكون في علاقة حميمية مع الرب فالله يعني يعتبر الإنسان التحفي التاج جمال الخليقة ولأنه مخلوق على صورة الله أعطاه السيادة والسلطان أنه يتصلت على كل الخلائق الأخرى فالإنسان مخلوق عاقل متميز له الصورة الروحية والأدبية على صورة الله موضوع محبة الله موضوع عناية واهتمام الله وبالحقيقة موضوع الفداء حتى لو ما استوعبنا هذه الفكرة أنه الفداء اللي كان مدبر في فكر الله قبل الأزل فيسوع المسيح هو مصدر الوجود وهو أساس الوجود وهو أيضا سبب الوجود لأنه موجود قبل الوجود اشتركوا في القناة